كأي أزمة كبيرة فالأزمة الأوكرانية حاليا توجد في مرحلة حارجة من الصعب الآن أن نتوقع مآلها القريبة لا سيما وأن الطرفين المباشرين لم يحقق أحدهما أي اختراق ميداني ولم يحقق أي واحد منهما أي إنجاز منتظر وبالتالي فالأزمة مفتوحة لكل السيناريوهات لا سيما من الجانب الروسي الذي ظن أنه سيحسم المعركة خلال أيام قليلة إذن من ناحية الميدانية العسكرية فالأمور إلى حد كبير غامضة وحتى كبار المحللين العسكريين والإستراتيجيين لم يتوقعوا هذه الورطة التي وجد بوتين نفسه فيها إذن على المستوى المرحلي من الصعب أن نتوقع شيئا وحتى المفاوضات التي انطلقت خلال أيام الأخيرة أو التي يمكن أن تكون هناك جوالات خلال الأيام اللاحقة ربما قد لا نتوقع منها الشيء الكثير فيما يتعلق بانعكسات هذه الحرب على الدول العربية ومن ضمنها المغرب فإن بغي أن نميز مستويات هذه التأثيرات سيتأثر المغرب دون الشك والكثير من الدول العربية خاصة المستهلكة والمستوردة للقمح والغاز والنفط الذي سوف يشهد ارتفاعا كبيرا خلال أيام القليلة القادمة ولا ندري إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الارتفاع إذن هناك ارتفاع سببته هذه الأزمة بالإضافة إلى تدعيات الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا وأيضا المغرب وبلدان شمال إفريقيا تشهد هذه السنة جفافا غير مسبوك إذن من ناحية الاقتصادية والمالية دون الشك ستزيد هذه الأزمة يعني وطأة على الاقتصاد المغربي أيضا نستحذر بأن روسيا لم تكن تزعج المغرب في مجلس الأنف فيما يتعلق بقضية الصحراء بل بالعكس في لحظات معينة وقفت إلى جانب المغرب عكس الولايات المتحدة الأمريكية وأذكر هنا حينما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن توسع من بعثة المنورس لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في منطقة الصحراء إذن المغرب من ناحية السياسية حذر في هذه المرحلة له مصالح وله حسابات مع روسيا وأيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن إذا استحذرنا على المستوى الاستراتيجي فالمغرب يظل أكثر قربا للدول الغربية سوى من ناحية الاقتصادية أو من ناحية العسكرية وأيضا السياسية لذلك إذا استمرت الأزمة وأدت إلى تتهور الوضع وربما إلى ضعف روسيا من خلال هذه العقوبات الكبيرة جدا فربما المغرب يعني أن يغير نسبيا من موقفه ويصطفى إلى جانب الغرب ولو يعني بشكل نسبي اشتركوا في القناة